أول ما تسمع النداء أول ما تسمع كلمة نداء لازم تستحضر القعدتين بتوعه إيه القعدة الأولى إنت فين يا منادة أنا بعد اليام موجود دي أول قعدة يبقى بستخرج المنادة إزاي بيكون بعد حرف اليام قعدة الثانية لو أنت منوا لو المنادة ده في تنوين يعني فيه ألف في الآخر أنا منادة منصوب بالفتحة لأن ينكر غير مقصودة أو شبيه بالموضاف والشبيه مشتق بعده معموله يعني إيه مشتق يعني إسم فاعل أو إسم مفعول بعده معموله يعني إيه يعني بعديه إسم مفعول بي بتاع أو الفعل بتاعه طيب لو بعدك موضاف إيه ليه أنا مندى منصوب بالفتحة لأني مضاف طيب لا تنوين ولا مضاف لو اللي بعد المنادة لا تنوين ولا مضاف المنادة لهو تنوين ولا هو مضاف إيه لي يحصل أنا منادة مبني على الضم لأني عالم أو نكره مقصودة طيب يبقى قعدة ثانية بقى إنت فين يا منادة أنا بعد اليام موجود لو إنت منوا أنا مندى منصوب بالفتحة لأني نكره غير مقصود أو شبيه بالموضاف والشبيه مشتقه بعده معموله والمشتق كاسم الفاعل والمفعول لو بعدك مضاف إيه ليه أنا مندى منصوب بالفتحة لأني مضاف لا تنوين ولا مضاف أنا منادة مبني على الفتح أنا منادة مبني على الضم لأني عالم أو نكره مقصودة ناخده مثال يا طالبه عاوز فين المنادة وإعرابه ونوعه يا طالبه أنت فين يا منادة أنا بعد اليام موجود يبقى طالب اللي بعد اليام يبقى دي المنادة طيب إعرابه لازم اسأله ثلاث أسئلة تمنون بعدك مضاف لا تنوين ولا مضاف لازم واحدة من الثلاثة طالب دي منون لا يبقى ما تنفعش أول سروح طب بعدك مضاف إليه لا طب لا تنوين ولا مضاف آه ما فيش تنوين ولا مضاف يبقى أنا منادة مبني على الضم ده الإعراب طالب منادة مبني على الضم نوعه لأني عالم أو نكره مقصودة طب ده علم يعني اسم شخص لا يبقى على طول ده نكره مقصودة يبقى طالبه إعرابها منادة مبني على الضم ونوحها نكره مقصودة ليه ما قلتش علم عشان هو مش اسم شخص طيب يا طالبا أقبل خلال تنوين انت فين يا منادة انا بعد اليه يبقى طالبا ده المنادة طيب اعرابه ونوعه لو انت منون اه منون يبقى انا مع اول سلوكتها اشتغل عليه طيب انا منادة منصوب بالفعل هذا الاعراب لاني نكرى غير مقصودة او شبيه بالمضاف الشبيب المضاف مش طاق بعد معمور طيب هل ده شبيب المضاف عبارة عن طالبا علما مطلوق معلوم اجله لا ده كلمة واحدة مش كلمة ايه مفيش معمول بعدي يبقى دوت نكرة غير مقصودة يبقى نوحها نكرة غير مقصودة اعرابها المنادة منصوب بالفتح يا طالب العلمي فين المنادة انا بعد اليام وجود طالب طب منون لا مش منون بعدين مضاف اليه اه ده نكرة ومعرفة بعدين مضاف اليه يبقى اعرابه من هذا منصوب بالفتحة ونوعه من هذا مضاف طيب يا طالبا علما ده منون اه منون يبقى اعرابه انا من هذا منصوب بالفتحة طيب طب نكرم ولا شبيه مضاف ده شبيه بالمضاف ليه لانه مشتق اللي هو طالب والمفعول بتاعه علما يبقى مشتق والمعمول بتاعه يبقى ده اعرابه من هذا منصوب بالفتحة ونوعه شبيه بالمضاف يا محمده ده منون لا مضاف لا لا تنوين ولا مضاف يبقى اعرابه من هذا ما بنعده طب نوعه حاجة من الاتنين يعلم ينكر مقصودة ده علم ولا نكر مقصودة ده علم يبقى ده علم ده تطبيق على القاعدة اللي احنا خذناه طب ناخد بقى لتطبيقات سنوية عام يا ساكنين بقلبي ساكنين ده منادى لانه جاب عدياء طب ساكنين دي منول اه منول طب فيل التنوين النون اللي في الاخر دي بتحل مكان التنوين طب بعده معموله اه معموله ساكنين بقلبي ده المتعلق بي بدم شبيه بالمضاف وبعده المعمول بتاعه يبقى على طول ده شبيه بالمضاف وإعرابه منادى منصوب بالفتح لانه شبيه بالمضاف قولوا قولي هذا واستغفر الله لي والله ترجمة نانسي قنقر